سيزا رسالة بنتعمل ازاي؟ ايا كان يعني خاص كابوتشا تعا نجيب عندنا اي نوع خاصة ايشتغل معاك اي نوع خاص بس هو انت يتشغليه كده بتكون يغسله طبعا ومنشفها بمنشف الخضروات اللي عندك عشان لو في اي مية ولا في اي حاجة ونبدو هنقطعو بادينا كده بتقيد بيتقطع اهو والشكل اللي حضرات كده شايفينه ايوه خاص بلج على فكرة يشتغل معاك حلو جدا مفيش مشكلة خاص كابوتشا كله يشغل معاك مفيش مشكلة شوية تخاص اي هنا حطينا خاص هاو مواخر يبقى استاذ جيمي التوست اللي انا محمصه هط كده كده عليها من فوق الصوص بتاع سيزر زي ما اتفقنا ما نجيبها عندي كابة والكابة تكون قوية كل ما تكون قوية كل ما تكون افضل بكتير جدا هاو مشغل يبقى انا حطيتي التوست الخاص لانبقى الطعم كعبات التوست المحمص التوست المحمص انا بعمله ازاي التوست اللي بجيبهم كعبات وبحطولي شوية زيت زاتون بتون وبعد كده قوم حمصه عندي في الفورن ويسلمناه شوية زعتر يظبط معي الأداء قوي هنا بقى صوص السيزر بقوم حاطت عندنا معلقتين اتنين من المسترده بعد كده عندنا 3 فصوص او 4 فصوص من التوم عندي عصير لمونة بعد كده عندي شوية ويرشستر ده موجود صوص او شوية صوص الاتنين شغالين معي عندنا جبنة برمجان وعندنا زيت زاتون الكابة الصويرة موجودة وشوية زيت زاتون تمام؟ هنبدأ ان شاء الله ناخد كل ده مع بعضه ونبدأ اللي احنا نفرمهم فارم نعم مع زيت الزيتون ينزل رفيع جدا وبعد كده نبدأ نحطها فين؟ على هنا من فوق بس هجيب الكابة الصويرة لان دي كبيرة قوي هاخد دي بس كده الهنا ديت ونحطها هنا ونرس الرسة المحترمة ديت هنا كده تمام؟ 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 تعالى بقى معلقة مسترده نضيف الكابة الصغيرة نضيف الكابة الصغيرة طوم مفروم مصير لمونة سياسوس او ريشستر الاتنين يشتغلوا مع بعض مفرام ده كله ده مع بعضه نقوم واخدين عندنا شوية من الجبنة البرمجان هطينا عليها من هنا من فوق وبعد كده بقوم واخد عندي زيت الزيتون هنجي اربع معالق من زيت الزيتون الملح هنجينا الملح شوية ملح صغيرين مش كتير نعمل يحسبك لجبنة البرمجان اصلا فيها ملوحة طبعا من مجرد ان تحط اصلا الكلام ده مع زيت الزيتون بتلاقي تتقال معايا كده تبقى زيت كل جوصة ما يتعلم ازاي مبدئيا كده اي كاب ما انت بتستخدميها خلي بالك من الموضوع ده عشان احنا بنغلق كتير او في الحاجات دي لان احنا معظمنا بقراش كتالوج اللي بقى مع المعدات الكابة هي المفروض اللي هي الضغطات اللي زيت ديت هي خمستاشر ثانية في ناس بتققب بجدقتين كين توفرهم في الحاجة يا جماعة هو المطور هو معمول للقبشة بتاعها الكده حتى تلاقي مكتوبة كده تققى خمستاشر ثانية تقفي وتشتغلي تاني يعني مش تفكيها لا تقفي وبعد كده خمس ثواني تقوم بشغالها تاني لكن لو انت شغلتها دقتين واربعا انت ممكن تحلق المطور خلي بالك الموضوع ده انا بقى عايزك تبص بقى على نفسه متاع الصوص عامل ازاي بص يا باشا الجمال بص الشغل العالي خلينا ايه نديها فارمة كمان كده صغيرة عايز انا عامها اكتر من كده شوية فراخ المشوية المشوية دي مع شوية بالزعتر اه حاجة مظبوطة قوي شوية زعتر كده وشوية ملح وفلفل وشوية زيت زتون فاهم ازاي ونقوم واخدينها شوينها عندين على الشواية مع حتة زيبدة صغيرة تطلع معاك حاجة محترمة جدا بصي اهي المزات اهي فاهم ازاي نقوم باخدينها عندينها التانية برضو نفس الكلام نا تمام اهي اهي ااخد بقى الفراخ ديت الجميلة المشوية الطعمة دي نقوم باخدينها حاطينها فين عندي على الخاص وعندي على الخبز اللي انا محمصه بالشكل ده بعد كده بنقوم باخدين اخر حاجة خالص بقى هادي هادي درس اللي بتاعها الجميل بس ساعة تلباشى بقى من هنا كده اهو بعد كده نقوم بيابين شوية جبنة برمجان عليها كده من فوق هاكده بقى تعمل التعام اوي بس شوية سلطة هادي هادي تالت نوع من السلطة بيابين